اهلا بحضراتكم في هذه التغطية ايام ساخنة يعيشها القطاع الزراعي في اوروبا وصلت ذروتها بداية فبراير الجاري بثرة تجمع مئات الجرارات في العاصمة البلجيكية قرب مقر البرلمان الاوروبي لاجل الاحتجاج على قادة الاتحاد الاوروبي تزامنا مع قمة احضرها رئيسة المفاوضية ارسولا فوندرلاين ومجموعة من القادة الاوروبي واحتجاجات المزارعين في اوروبا ليست جديدة وتكررت على مدى السنوات الماضية لكن تفاقم الخلافات بين النقابات الزراعية وبين السلطات ادى الى انتشار عدوى الاحتجاج في عشر دول على الاقل هي فرنسا والمانيا وهولندا وبلجيكا ولتوانيا وبولندا واسبانيا وايضا البرتغال واليونان ورومانيا ويظهر ان اكبر طرق الاحتجاج المتفق عليها هي غلق الطرقات بالجرارات وتوجد اسباب محلية خاصة بكل بلد واخرى تتعلق بالسياسات التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي لكن حتى الاسباب المحلية تبدو متشابهة وتهدد بخسائر اقتصادية كبيرة لدول الاتحاد ما يجمع غالب المحتجين هو طلب اعادة النظر في عدد من اتفاقية التجارة الحرة التي ابرامها او يخطط الاتحاد الاوروبي لابرامها مع اطراف ثالثة ويرى المحتجون انها تضر بالمنتجات الزراعية الاوروبية بسبب اسعارها الرخيصة رغم جودتها المتوسطة او المتدنية مما يؤدي الى تقليل الاقبال على منتجته ومن اكبر الاتفاقيات التي يرفضها المحتجون تلك التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تنفيذها مع دول ميركوسور فذلك بهدف خفض الحواجز الجمركية ويضم هذا التجمع البرازيل والارجنتين وارجوي وبارجوي وتم التوصل الى اتفاق سياسي مع هذه الدول عام 2019 لكن لا تزال المفاوضات جارية لاتمام الصفقة ايضا هناك اتفاقية تجارية اخرى مع اوكرانيا تقلق المزارعي فبعد الغزو الروسي علقت المفاوضات الاوروبية رسوم استراد المنتجات الاوكرانية لاجل دعم كيف لكن القرار اغرق الاسواق الاوروبية بهذه المنتجات خصوصا الدول المجاورة لاوكرانيا ومن بين هذه السلع الرخيصة هناك الدواجن والبيض والسكر والحبو بينما تغزو المنتجات الرخيصة اسواق اوروبا يواجه المزارعون ارتفاع تكليف الانتاج بسبب التضخم الناجم عن حرب اوكرانيا خصوصا اسعار الغاز والكهرباء والوقود وكذلك الاسمدة والمواد الاولية ولما تقدم دول الاتحاد دعما كافيا للمزارعين حسب كلامه وفي دول كالمانيا يحتاج المزارعون قبل موجة التضخم على الاسعار النهائية لبعض المواد كمنتجات الحليب والدقيق ويرون انها رخيصة بشكل كبير ولا تتوافق مع تكليف الانتاج بينما ترفض منظمات حماية المستهلك والسلطات الالمانية ارهاق السكان بتكليف جديدة ويشتكي مزارع بعض الدول كبلجيكا واليونان وفرنسا من تأخر الدعم الذي يقدمه الصندوق الاوروبي للسياسة الزراعية المشتركة او وجود اختلالات في توزيعه او صعوبة شروط الحصول عليه ومن ذلك عدم زراعة 4% مما يملكه المزارعون من اراضي لاجل اراحتها وضمان استدامة الزراعة لكن في بلدان معينة كهولندا هناك خطط باية اخرى اثارت الغضب كخفض انبعاثات النيتروجين الى النصف وذلك عن طريق التقليل من تربية المواشي والدواجي وهي الخطة التي اسهمت في بزوغ حزب يمني اسمه حركة المزارعين المواطنين اذ نال شعبية كبيرة في الاشهر الماضية وتحتج الحركات البيئية على زيادة الانبعاثات بسبب النشاط الزراعي كما تنشط حركات للنباتيين ترفض استمرار الصناعة الحيوانية مما دفع الاتحاد الى محاولة البحث عن حلول البيئية لكن ذلك ادى الى غضب المزارعين في المقابل ايضا يشتك المزارعون من البروخلطية في عدة دول ومنهم المزارعون الصغار الذين يحتاجون في فرنسا لعدة اجراءات حتى يبدأون بتسويق منتجته ايضا تظهر الاحتجاجات في فرنسا وهي القوة الزراعية الاولى داخل هذا الاتحاد اذ اوقفت الشرطة هذا الاسبوع العشرات من المحتجين بعد اقتحام مناطق تخزين وعرقلة حركة المروض كذلك في المانيا التي شهدت دخول الجرارات الى مراكز المدن خلال الاسابيع الماضية ومن ذلك ساحة براندبورغ في برلين ايضا تعاني دول في الاتحاد كاسبانيا وايطاليا واليونان من موجات جفاف اثرت على الزراع ورغم انها لم تكن من بين ساحة احتجاج المزارعين في البداية فان النقابات الزراعية الكبرى في اسبانيا والبرتغال قررت الانضمام الى حركة احتجاجات الجرارات في اوروبا اذ تعد اسبانيا اكبر مصدر عالمي لزيت الزيتون ايضا هي المزود الرئيسي لعدة دول اوروبية بانواع من الخضار والفواكه وكان المزارعون البولنديون اول من بدأوا الاحتجاجات ضد غزو المنتجات الاوكرانية وانضم اليهم الليتوانيون الذين يحتجون كذلك على دخول المنتجات الروسية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم